اشتركوا في القناة او الحلقة السابقة بالضبط احنا خدنا فيها الطاقة الانتاجية وخدنا المفهوم الطاقة الانتاجية وانواع الطاقات اللي عندي وخدنا السؤال عملي ازاي احسب الطاقة القصوى لبعض الالات اللي في المصنع طب هنبدأ الاول في سؤال المراجعة وبعد كده هنستعرض الحلقة الجديدة بتاعتنا ودي بتتكلم عن النسب المالية والمؤشرات المالية نبدأ زي ما متعودين دايما بسؤال المراجعة ودايما زي ما اتفعنا في كل الحلقات السابقة ان الطالب استفر خامس التجاري بزداد انت عندك سنة ممتدة بالنسبة لك فلازم ان انت تبدأ قبل دراسة الدرس الجديد ابدأ اعمل دايما ريفرش المعلومات ابدأ بسؤال المراجعة عليك وابدأ احله الاول وجاوب عليه وزي ما متعودين ان انا كده كده بستنى في كل نهاية كل حلقة بديكم سؤال تمرين للحل انت بتحله وتبدأ تبعثون على قنوات الشرعية بتاع التعليم الفني سواء قناة التعليم الفني على اليوتيوب او صفحة الفيسبوك للتعليم الفني واحنا كده كده متواصلين معكم وبيسعين جدا الاجابات اللي انتو بتعملوها لان ده بيجيح ليكم الاستفادة واستكمالا للمنهج بتاعكم هنبدأ الاول السؤال المراجعة السؤال المراجعة معي هنا انا معي سؤالين النهاردة سؤال نظري وسؤال عملي السؤال النظري هو بيقولك اكمل الناقص اول سؤال بيقولك نقط هي مجموعة عوامل الانتاج مجموعة عوامل الانتاج التي تتضافر وتفاعل فيما بينها بغرض تحقيق حجم انتاج معين خلال فترة زمنية معين احنا خدنا التعريف ده المراجعة اللي فاتت وعرفناها باستفادة وانه ان ده تعريف الايه بالضبط كده الطاقة الانتاجية يبقى اجابتك اول سؤال الطاقة الانتاجية طالب ثاني سؤال قلنا هي بتمسل نقط هي تمسل الحد الاقصى للطاقة ولا تعترف بالتوقف احنا اتفقنا ان انا ما بعترفش باي حالات توقف ان الطاقة هنا اللي لا تعترف بالتوقف هي طاقة نظرية بحتة اللي هي ما عندهاش استعداد ان هي تقول ان احنا متوقف لاي ساعات توقف زي الاجازات او زي الصيانة او زي اعداد الايلات زي ما خدناها المراجعة اللي فاتت فلما يقولي تمسل حد الاقصى للطاقة لا تعترف بالتوقف بجيء الطاقة النظرية بجيء بتاعتك بالضبط كده الطاقة النظرية تالت سؤال بيقول لك نقط هي الطاقة النظرية نايز اوقات التوقف هنا انا بعترف دعب اوقات التوقف بجيء الطاقة النظرية بتاعتي وبعترف بوقت التوقف وقلنا المراجعة الفاتت احنا ضربنا تلات امثلة لأوقات التوقف بتاعتي اللي هي الأجازات أعداد الآلات والصيانة إيه هي الطاقة اللي بترح منها الطاقة النظرية ناقص ساعة التوقف الطاقة القصوة بالضفط الإجابة بتاعتك مزبوط ده كده كالرفريش على السؤال النظري طب لو استرجعنا السؤال العملي إحنا خدنا المرة اللي فاتت السؤال العملي بشكل مستفيد أكتر إن أنا ببدأ أول خطوة عشان أحسب الطاقة القصوة نبدأ نحسب ثلاث خطوات الخطوة الأولى كنا المرة اللي فاتت حسبنا إيه حسبت الأول الطاقة النظرية الطاقة النظرية ضربنا ثلاث حاجات في بعض اللي هي كانت عدد ساعات العمل في عدد الآلات في 365 يوم بالكامل إنهم 365 يوم في السنة اللي إحنا اتفعنا إن أنا ما عنديش اعتراب بأي نوع من أنواع التوقف جبنا الطاقة النظرية بعد كده خدنا الخطوة التانية الخطوة التانية بدأنا نحسب أوقات التوقف اللي هي كانت الأجازات وبعد كده إعداد الآلات وبعد كده الصيانة وخدناهم المرة اللي فاتت باستفادة وجمعناهم فعطاني بجموع ساعات التوقف عشان أوصل للطاقة النظرية الطاقة القصوة بتاعتي طرحنا الطاقة النظرية نائس ساعات التوقف عطتني الطاقة القصوة طيب أنا أعطيك السؤال المرة دي بشكل مش مباشر شوية أنا عايزة المرة دي أنا أعطيك الطاقة النظرية وعطيك أوقات التوقف أعطيك الطاقة القصوة سوريا أنا أعطيك الطاقة القصوة وعطيك أوقات التوقف وطلبة منك الطاقة النظرية طيب تعالوا نشوفها نجيبها ازاي السؤال بيقول لي اذا كانت الطاقة القصوى 40500 ساعة وساعات التوقف كانت 20000 ساعة فاحسب الطاقة النظرية الطاقة النظرية هنا عندك هنعكس بقى الاشارات انا عشان كنت بحسب الطاقة القصوى كنا بنترح الطاقة النظرية بتاعتي من ساعات التوقف طيب انا دلوقتي عايزة الطاقة النظرية اجمع هجمع ايه هجمع الطاقة القصوى مع أوقات التوقف يديني الطاقة النظرية اللي ما بتعترفش بأي نوع من أنواع التوقفي بقى أنا هجمع هنا الـ 40500 ساعة زائد الـ 20000 ساعة تديني 60500 ساعة دي الطاقة النظرية بتاعتك احنا كده عملنا الـ refresh للحلقة السابقة طيب هنبدأ ندخل المرة دي بقى في الدرس الجديد بتاعي درسنا الجديد بيتكلم عن حاجة اسمها النسب المالية إيه النسب المالية دي؟ النسب المالية دي مجموعة مؤشرات ومجموعة أدوات بيستخدمها المحاسب الإدالي بيحلل بيها قوايق مفردات القيمة الدخل بحيث أنه هو وقيمة الدخل وقيمة المركز المالي طيب بيحللهم ليه؟ لأنه هو بيبدأ يعرف منهم مؤشرات مستقبلية عن تحليل بنود عناصر قيمة الدخل وقيمة المركز المالي النسب المالية هي عبارة عن مجموعة أدوات ونسب يبدأ يستخدمها المحاسب الإداري في التحليل طب بتفيدوا في كتابة التقارير بتاعته ورؤيته على أساس أنه يبدأ يرفعها للإدارة فتبدأ الإدارة تستخدمها في قرارات زي ما اتفقنا أهم 3 قرارات بتاخدهم المحاسبة الإدارية أو بيوفرهم المحاسب الإداري للإدارة أنها تقدر تاخد منه قرارات التخطيط قرارات الرقابة قدرات اتخاذ القرار طيب نبدأ نشوف النسب المالية طيب هي نسب مالية واحدة قال لي لأ دي احنا بنصنفها لكذا نسب طيب وكمان كل مجموعة نسب بتصنف تحتها نسب تانية احنا بنمسك بنود عناصر قيمة المركز المالي أغلبها كلها تقريبا بالإضافة إلى بعض بنود قيمة الدخل ونبدأ نحسب النسب ونشوف هي هتديني ايه وكل مجموعة نسب بتحلل ايه بالضبط طيب تعالنا نشوف النسب المالية ونبدأ نتعرف على أهم عناصر النسب المالية النسب المالية بيقول لي هي عبارة عن علاقة منطقية بين بنوك قيمة المركز المالي والحسابات الختمية اللي أنا مقصوب بها قيمة الدخل وبعد البيانات الإحصائية والكمية طيب إيه الفايدة منها قال لي أن أنا بس تنبط كثير من النسب ذات العلاقات المنطقية دي بتخدم عندي المحاسب الإداري أنه يقدم للإدارة اللي يساعدها في التخطيط المتابعة الرقابة اتخاذ القرار طيب النسب المالية بتصنف إلى أربع مجموعات أنت هتدرسها معنا السنة دي المجموعة الأولى النسب السيولة وهنعرف دي بتقس إيه بالتفصيل المجموعة التانية النسب الربحية وبرضو هنعرف مع بعض هي بتقس إيه النسب التالتة نسب النشاط النسب الرابعة نسب حقوق الملكية يبقى أنا عندي أربع مجموعات وكل مجموع من المجموعات دي بتندرك تحتها مجموعة من النسب طيب أنت مطالب بإيه أنا مطالب أن أنا أخلي بالي جدا من الأربع مجموعات لأن كل مجموعة تحتيها مجموعة أخرى طيب بتقيس إيه لأن احنا كمان بنده مثال عملي وبيطلب منك في الامتحان سواء جات في شكلها العملي أو شكلها النظري أن انت عندك قانون لها وبتقدر تطبق على هذا القانون واستخراج النسبة تمام كده ولازم أن تفهم النسبة دي بتقيس إيه وبتحلل إيه طيب احنا أول مجموعة ناخدها مع بعض النهاردة إن شاء الله هي نسب السيولة هي بقى أول مجموعة نسب السيولة طيب نسب السيولة عندي بتتكلم عن إيه بتقيس إيه قال لي الهدف منها إن أنا ببدأ أحلل وقيم مركز رأس المالي العامل وتحدد لي العلاق ما بين الأصول المتدولة والخصوم المتدولة نسب السيولة هتلاقيها كلها تقريبا بتركز إلا نسبة صغيرة قوي بتركز في قيمة الدخل النسب السيولة كلها بتركز لي في قيمة المركز المالي ودايما العلاقة اللي بنربطها علاقة الأصول المتدولة مع الخصوم المتدولة طيب نسب السيولة جاي من اسمها كده هي بتهمني في إيه بتهمني إن أنا أبدأ أعرف مدى السيولة اللي لدها الشركات عشان تقدر إن هي تواجه الالتزامات بتاعتها طيب وفي الغالب دايما بنربط الأصول المتدولة لأن الشركات تقدر تسدد منين الديون المتدولة بتاعتها أو الديون القصيرة الأجل إحنا سميناها خصوم متدولة لأنها قصيرة الأجل ممكن تتطلب في أي وقت تمام؟ طيب أنا عايزة أعرف أن النسب السيولة بتاعتي قد إيه أو الشركة قدرة إن هي يكون عندها سيولة في حين أو في حال إن الخصوم بتاعتها بدأوا يطلبوا بالديون تمام كده؟ طيب أول حاجة إحنا اتفعنا أن أنا هربط النسب السيولة فحكتين في مجموعتين بالزبط أصولك متدولة وبعقصوم موقع المتدولة هنعمل ريفرش تاني لمعلوماتنا من سنة أولى إحنا اتفعنا من بداية حلقات المحاسبة الإدارية إن المحاسبة الإدارية بتضم كل المحاسبات أو بتعتمد على المحاسبات اللي إحنا خدناها ودرسناها من الصف الأول طيب نرجع تاني للصف الأول وعمل لك ريفرش لإيه هي الأصول متدولة إيه هي الخصوم متدولة هنا الأصول المتدولة بالترتيبها كده هي الأكثر سيولة النأدية السسمراء قصيرة الأجل اللي هي الأوراق المالية بالنسبة لك المجينون اللي هم العملاء اللي أنا لايه عندهم فلوس أوراق الأبط المقصود بيها الكمبيلات والسندات اللي هي بتتاخذ من على التجار مخزون آخر المدة اللي هي بضعتك طيب ده كده الأصول المتدولة اللي هي الخمس بنود الخاصة بتاعتها نيجي للخصوم المتدولة هي في الغالب بتبقى الدائنون اللي هم الموردين اللي هم ليهم عندي فلوس أوراق الدفع اللي هي الكمبيلات والسندات اللي الشركة هتدفعها بعد كده فيه ممكن نضيف عليها بنك سحبة على المكشوب بس دي يعني قليل جداً وتتعمل فيها الشركات أو شركات بيكون لها رصيد جامد شوية طيب أنا عندي هنا في نسب سيولة خمس نسب النسبة الأولى هي صافي رأس المال العامل طيب صافي رأس المال العامل بيقس لي ايه؟ قال لي بشوف رأس المال العامل الشغال حتى باين من الاسم طيب صافي رأس المال العامل أنا بجيبه ازاي؟ بنجيبه نتيجة طرح حاكتين أنا هطرح أصول المتدولة ناقص الخصوم المتدولة هي حاجة اسمها نسبة التداول نسبة التداول هي أنا بقيس فيها مدى قدرة الشركة بتاعتي على سداد التزامات هالجرية طيب النسبة دي بتكون اتنين إلى واحد نسبة مقبولة جداً يعني اتنين إلى واحد يعني في مقابل كل جنيه علي أنا أقدر أسدده أسدد يعني أنا عندي رصيد يسدد مرتين يبقى في مقابل كل دين عندي سداد يعني مثلا أنا عندي جنيه علي جنيه يبقى أنا معي اتنين جنيه عشان كما أنا أقدر أسدده يعني ده تبسيط مثال ليك يبقى النسبة هنا اتنين إلى واحد طيب النسبة دي بتعتبر مقبولة جداً لأن ده معناه أن أنا أقدر أسدد ديوني بالضعف يعني أنا عندي سيولة كافية تقدر تخليني أن أنا أسدد طيب نسبة التداول بتاعتي بتسوي إيه؟ الأصول المتدولة على الخصوم المتدولة احنا اتفعنا أننا تقريباً النسبة السيولة كلها تعتمد على الأصول المتدولة والخصوم المتدولة الخصوم المتدولة دايماً عندك في المقام البسط هو ممكن يتغير معاك شوية بس هيبقى برضو في كل عناصر الأصول المتدولة بتاعتك يبقى تعالى نشوف تاني القانون أنت مطالب أن أنت تحفظ القوانين لأن في الامتحان إحنا هنطلب منك نسبة فأنت لازم أن تبقى حافظ النسبة عشان تبدأ تطبق عليها طيب نسبة التداول عندي بتسوي إيه؟ أصولك المتدولة على الخصوم المتدولة نيجي التالت نسبة عندي نسبة السيولة نسبة السيولة الله أهو احنا مش بنقول نسب السيولة آه أنا هنا بقول نسبة يعني نسبة سيولة يعني دي جزء من مجموعة نسب السيولة طيب هي بتقسلي إيه نسب السيولة؟ بتقسلي الأكثر سيولة في الأصول المتدولة إيه الأكثر سيولة في الأصول المتدولة؟ الأكثر سيولة في الأصول المتدولة احنا قلنا في الأصول المتدولة عندي خمسة نادية اسم مراق قصيرة الأجل آه أوراق العبد والأوراق والعملاء ومغزون آخر المد أكثر هذه البنود صعوبة في أننا أتخلص منها لو احتاجت سيولة هي بضاعة آخر المدة أو مغزون آخر المدة لأن البضاعة بتحتاج وقت في تصريفها خاصة أن أنا مش عايزة أبيعها بخصارة يبقى أنا هنا في نسبة السيولة أنا هقيس الأقصر سيولة البنود عندي اللي أنا أقدر أحاولها لفلوس بسرعة عشان أبدأ أسدد الالتزامات بتاعتي عندي أربع حاجات هم الأقصر سيولة بالنسباني هم النقدية استثمارات القصيرة الأجل أوراق الأرض والأوراق المالية ممكن نصيغها بطريقة تانية نسبة السيولة بتساوي الأصول السريعة على خصوم متداولة يعني أصول سريعة اللي هي أصولك المتداولة واطرح منها مغزون آخر المدة تعال نشوف القانون مع بعض يبقى نسبة السيولة هي بتقيس النسبة الأقصر سيولة وطبعا هنا النسبة هتقل عن نسبة التداول لأنها لو واحد إلى واحد تبقى تعتبر نسبة مقبولة بالنسبة لأننا هنا هتخلص من مغزون آخر المدة كمان يبقى بتساوي عندك الأصول السريعة وإذا ما اتفقنا أن الأصولك السريعة عبارة عني الأصول المتداولة ناقص مغزون آخر المدة على الخصوم المتداولة نلاحظ أن الخصوم المتداولة هي المقام أساسي معي طب نيجي رابع نسبة نسبة السيولة السريعة طب افرق بقى احنا اتفقنا أننا أول نسبة اللي هي كانت نسبة التداول أنا بدأت بكل الأصول المتداولة بتاعتي اللي هم الخمس بنوت طب لو أنا عايزة أعتمد أكتر شوية على نسبة سيولة اللي هي بتبقى نشفيل منها الحاجة اللي هي ممكن مقدرش أتخلص منها بسفولة فقلنا الأصول السريعة والأصول السريعة احنا قلنا أربع بنوت الأربع بنوت بتاعتك ناقضية استثمارات القصيرة للأجل وأوراق القبض والعملاء وشلنا المغزون قلنا المغزون صعب فيه شوية ممكن تقابلك مشكلة فيه تصريف المغزون طب لو أنا عايزة أقيس أقصر الأصول السيولة بقى من الأربعة دول فيه ممكن حاجة تبقى سريعة جدا قال لي أوه عشان كابه نسمي النسبة الرابعة بتاعتي نسبة السيولة السريعة طب إيه نسبة السيولة السريعة حكتين عندك النقدية وستثمارات القصيرة للأجل اشمعنا دوت أقصر سيولة لأننا دلوقتي لو رحت للعملاء بتاعوتي ممكن ما يكونش معهم فلوس فما قدرش أصرف منهم فيه فلوس طيب لو أنا رحت للعمل اللي أنا واخدأ عليه ممكن بيات وسندات ممكن ساعتها العملاء يلتزموا معايا بأوقات السادات يقول لي أنا مش هديك فلوس إلا في وقت السادات يبقى أنا هنا خسرت نوعين عندي أو على قليل لما أجي أحصل منهم هابدأ أحصل منهم ببطء شوية طب إيه أكتر اتنين سيولة بالنسبة لي طبعا إحنا كده كده قلنا المخزون طلع أقل الأصول عندي سيولة عشان كده كنا نطلعونه في النسبة الأولى أكتر أكتر نسب أو أكتر بنود سيلة أقدر أصرف فيهم واستعين بيهم في الوقت الحالي النقدية سواء كانت نقدية عندك بالخزينة أو نقديةك بالبنك الحاجة التانية استثمارتك قصيرة الأجال يعني إيه استثمارتك قصيرة الأجال اللي هي الأوراق المالية وزي ما درسنا الأوراق المالية هي معناها الأسهم والسندات بتاعتك في البورصة يعني مجرد بتليفون صغير الاستمثار بتاعك تقدر تبيع الأسهم بتاعتك فتبدأ تتحصل على فروس زيها زي الخزينة وزي البنك يبقى أنا هنا النسب الأقصر سيولة بالنسبة لي هي إيه؟ اللي هي آآ النقدية زائد استثمارات القصيرة الأجال طبعا بنقول على مين على آآ الخصوم متداول وطبعا برضو هنا بتعتبر النسبة المقبولة نسبة واحد إلى واحد يبقى لي نسبة السيولة هي بدقيس الأصول الأكثر سيولة والمتمثلة في النقدية سواء كانت خزينة أو بنك واستثمارات القصيرة الأجال والنسبة المقبولة لو أنا حققتي نسبة إلى واحد يبقى احنا هنا بنقدر نقول إن أنا أقدر أعتمد على الأصلين دول بتتحسب إزاي؟ النقدية زائد استثمارات القصيرة الأجال على الخصوم المتداولة دي كانت نسبة السيولة السريعة نأخذ النسبة الخمسة هو معدل دوران النقدية يعني إيه معدل دوران النقدية؟ المعدل ده بيزرع عندك عدد مرات دوران النقدية لما يجي أمارس النشاط البيع بتاعي يبقى اللي هي تصريف المبيعات فبيبدأ يتحصل معايا فلوس كل كام مرة في العام هو ده المقصود بمعدل دوران النقدية طيب معدل دوران النقدية هنا مش هنعتمد خالص على الخصوم المتداولة أو مباقس سبيل خصوم المتداولة لأنه ما يخصش الالتزامات هو يخص فلوسي بترجع قد إيه كل دورة مبيعات طيب عشان كده هنا هنربط بقى هنستخدم أول عنصر من عناصر قيمة الدخل اللي هو المبيعات بتاعتك وبناخد طبعا صافي المبيعات وبنسمها على النقدية زائد الاستثمارات قصيرة الأجل لأنها زيما اتفاقنا أن دول أسرع بندين من بنود قيمة المركز المالي طيب تعال نشوف هنا طبعا النسبة دي بيتقاس بعدد أو معدد الدوران بيتقاس بعدد المرات تعال نشوف نحسبها إزاي بيقول لي بتحسب المبيعات السنوية على النقدية زائد الاستثمارات قصيرة الأجل طيب المعدل ده مهم أو طبعا بمهم لأنه بيظهر عندك مدى استخدامك للنقدية متوفرة في نشاط الشرك كل من المعدل ده بيرتفع ده معناه أن استخدامك للنقدية بيكون نشط في المبيعات بتاعتك تمام؟ أو مبيعاتك نشطة فإن أداية بتاعتك بتتوفر إيه؟ بسيولة طب لو معدد الدوران ده أقل ده بيجيك مؤشر خطر يبقى قبل ما ندخل على مجموعة النسب التانية نسترجع النسب الأولى اللي احنا خدناه أنا خدت معايك أول نوع من أنواع النسب نسبة السيولة نسب السيولة وقلنا لنسب السيولة عندي خمس نسب النسبة الأولى هي كانت صافي رأس المالي العامل صافي رأس المالي العامل هنطرح الأصول المتدولة نقص خصومك المتدول النسبة التانية هي كانت نسبة التداول وإحنا بالنعم بتطلع من نتيجة اسمة الأصول المتدولة على خصومك المتدولة النسبة التالتة كانت نسبة السيولة ونسبة السيولة قلنا أن أنا بجيب الأصول السريعة على الخصوم المتدولة النسبة الرابعة بالنسبة لي كانت نسبة السيولة السريعة ونسبة السيولة السريعة هنا اللي هي عبارة عن حكتين الأكثر سيولة اللي هو النقدية زائد استثمارات القصيرة الأجل على الخصوم المتدولة خمس نسبة كانت معدل دوران النقدية وهنا معدل دوران النقدية قلنا بنستخدم في إيصاف المبيعات عندي على النقدية زاد السمارات قصيرة الأجال دي كانت أول نوع من أنواعي النسب طيب تعالي ندخل على النسب التانية النسب التانية بالنسبة لأن هي نسب الربحية باينا جدا بقى من إسمها هنا نسب الربحية دي بتقس لي إيه هي بتقس مدى ربحية المنشأة وبستخدمها عشان أقدر أفصل ما بين نتائج السياسات الانتجية والتشغلية والقرارات المالية ونقدر نشوف ساعتها لو فيه انخفاض في ربحية المنشأة أي نوع من أنواع السياسات اللي فيها مشكلة هل سياسة البيع هل سياسة الانتاج هل سياسة الإدارة يبقى هنا نسب الربحية بتقيس عندي معدل الربحية الشركة بتاعتي وبتقدر تديني بشكل تفصيلي مقارنة نتائج السياسات المالية والبيعية واتخاء والقرارات الشركة على أساس أقدر أفصل ما بين السياسات لو فيه سياسة هنا خطأ عندي بالنسباني فبنبدأ نستخدمها طيب نسب الربحية بتتكون من أربع نسب تعالي نشوف المجموعة بتاعتها أول نسبة عندي هي نسبة مجمل الربح إلى المبيعات النسبة دي بتبين إلى أي درجة ممكن سعر بها الوحدة أنه هو ينخفض والخفض ده ما يحقق ليش خسائر في النتائج بتاعتي وبنحسبها إزاي؟ بحسب مجمل الربح على صافي المبيعات نسب الربحية هتلاقيها أن هي مركزة أكتر مع قيمة الدخل يعني في نسبة سيولة إحنا ركزنا في بنوك قيمة المركز المالي نسبة الربحية هتلاقي أن استخدامك لعناصر قيمة الدخل بتكون أكثر شيوعا شوية فأنت أول نسبة بتستخدمها اللي هي نسبة مجمل الربح إلى صافي المبيعات ودي بتكون بتقيس عندي زي ما اتفقنا من نشوف النشاط البيع بتركز عن النشاط البيعي اللي هي سواء الربح أو صافي الربح النتج عن عملية البيع والشرق طب بنقسم إيه على إيه؟ بس مجمل الربح على صافي المبيعات بتاعتي طيب نيجي النسبة التانية النسبة التانية بتساوي اللي هي نسبة صافي الربح إلى المبيعات طب هنا بقى احنا هنغير مجمل الربح هنبقي عن مبيعات في المقام زي ما هو بس هنغير مجمل الربح نستخدم بقى صافي الربح طب صافي الربح هو بيجي إزاي؟ نسترجع بقى تاني من بداية أساسيات المحاسبة المالية لدرستها من بداية الصف الأول وتاني انا بنبه تاني ان انت لازما يكون عندك الاساس موجود وده احنا ضربناك عليك في الاربع سنوات السبقة سوى الصف الاول التاني التالت الرابع استعدادها لصفق الخامس فالمدارس التجارية المناهج فيها متعلقة ببعض زي طبعا كل المناهج يعني زي كل المدارس انت كده كده بتاخد عندك يعني ما تقولش سنة وعدت ومش هادر استخدم المعلومات اللي انا درستها لا انت السنوات عندنا تراقمية اللي انت بتدرسه في الصف الاول بيفيدك في الصف التاني اللي بتدرسه في الاول والتاني بيفيدك في التالت اللي بتدرسه في التلاث سنوات بيفيدك في السنة الرابعة بعد كده بيفيدك في الصف الخامس وان شاء الله هيفيدك كمان في الدراسة الجامعية بتاعتك فلازما تكون بتركز في عناصر مذاكرتك ما تقولش ده منهج وهحفظه وهلميه بانتهاء السنة طيب احنا هنا بنوصل لصف الربح ازاي انا بوصل لصف الربح نرجع بقى القيمة الدخل قيمة الدخل كنا بنجيب صف المبيعات بنطرح منها تكلفة المبيعات بتجيني مجمل الربح بتاعي مجمل الربح كنا بنطرح منه التكاليف النقدية سواء التكاليف النقدية وبنجمع عليه رضاتك فبيديك صف الربح الخاص بتاعك يبقى استرجاعا لقيمة الدخل بترتيبها تكلف صف المبيعات نطرح منها تكلفة المبيعات تجيني مجمل الربح مجمل الربح نبدأ نطرح منه التكاليف النقدية بتاعتك وبعد كده لو عندي إراد خارج النشاط البيع بتاعي نبدأ لجمعه ويديك صافي الربح النهائي بتاعك النسبة دي بتدخل بتعمق أكتر من النسبة اللي فاتت النسبة اللي فاتت كانت ببارة لنا بستعادة مجمل الربح صافي ما بيعبس وهنا بركز في مجمل الربح على السعر البيع لكن هنا في صافي الربح أنا بضيف كمان مجموعة التكاليف الأخرى اللي هي بتنقص معايا المجمل في دين الصافي في النهاية طيب يبقى النسبة بتاعتي تانية نسبة هي صافي الربح إلى المبيعات بتاعتك يبقى تعالى نشوف بتتحسب ازاي النسبة دي بتتحسب صافي الربح على صافي المبيعات طيب يبقى دي نسبة صافي الربح إلى المبيعات نبدأ ندخل النسبة التالتة النسبة التالتة هنعمل دمج ما بين قائمة الدخل وقائمة المركز المالي هتفعنا اننا في النسب المالية بتبئيس وبتعمل علاقات منطقية ما بين بنود قائمة المركز المالي وبنود قائمة الداخل النسبة هنا بتقولي نسبة صاف الربح الى مجموع الاصول بتاعتي يبقى انا هنا هربط صاف الربح بتاعتي انا حققته بمجموع الاصول بتاعتي سواء اصولك السبتة مع اصولك المتدولة يبقى انا هنا ما بركز على اصول معينة في نسب السيولة انا كنت بركز على اصول المتدولة بس لكن في نسبة الربحية انا هياخد مجموع الاصول بتاعتي كله سواء كانت اصولك السبتة او اصولك المتدولة اللي هو مجموع الميزانية العمومية او مجموع قائمة المركز النهائي بتاعك مجموع الاصول يبقى تعالى نشوفي النسبة دي بتحسب ايه النسبة دي الهدف منها هي قياس مدى ربحية المنشأة ككل انا هنا مبركز على قسم مبركز على مبيعات انا هناك كنت في النسبة اللي فاتت كنت مركزة على النشاط البيعي ايه اللي هو صاف المبيعات هنا لأ في النسبة دي هتديني ان انا بركز على ربحية المنشأة ككل طيب هنبدأ نحسب ايه صاف الربح قبل احتساب الفوايد على ايمالي الاصول بتاعك نيجي النسبة الرابعة النسبة الرابعة هبدأ تاني برضو اربط قائمة الدخل بقائمة المركز المالي بس طبعا انا المرة دي يعني انا المرة اللي فاتت خدت الاصول كلها يبقى انت المرة دي هتربط لي ايه هربط حقوق الملكية بقى يبقى هنا انا هربط صاف الربح مع حقوق الملكية طيب تعالي نشوف النسبة دي بتتأسس ازاي وبتقيس ايه بالزبط رابع النسبة نسبة صاف الربح الى حقوق الملكية بتقيس هزيه النسبة معدل العيد اللي بتحققه المنشأة لحقوق على حقوق الملكية طيب تحسب كالقاتية صاف الربح على حقوق الملكية احنا كده خلصنا الاربع نسب بتاعي ربحية وقبل ما ندخل في نسب النشاط هسترجع معاك تاني نسب الربحية نسب الربحية زي ما اتفقنا في بداية الحلقة ان هي بتقيس ايه بتقيس مدى ربحية الشركة وبتبدأ تحلل بنوت بتربط بقى هنا المراجي قيمة الدخل وقيمة المركز المالي طيب فاقسنا اول نسبة هي اخدنا مجمع الربحة الى صاف المبيعات هنا ربطنا عناصر قيمة الدخل كلها ببعض فاقسنا فققنا النسبة دي بتتأسس زي مجمع الربحة على صاف المبيعات نيجي بعد كده ربطنا نسبة برضو القايمة هنا او تاني نسبة اللي هي صاف الربح الى صاف المبيعات وهنا برضو ربطنا عناصر قيمة الدخل ببعضه فقلنا ان انا بحسبها ازاي هنقول صافي الربحة قبل احتساب الفوائد على صافي المبيعات تالت نسبة انا هعمل دمج ما بين بنوج قيمة الدخل وقيمة المركز المالي فقلنا نسبة صافي الربحة الى القصول مجموعة الاصول وخدنا قلنا ان النسبة دي بتتقاس عندي ان انا بقول صافي الربحة على مجموعة الاصول من هو كل الاصول بتاعت اصولك السابط اصولك المتدولة رابع نسبة معايا برضو بعمل دمج ما بين عناصر قيمة الدخل مع عناصر قيمة المركز المالي فقلنا بنجيس نسبة صافي الربحة الى حقوق الملكية وحقوق الملكية احنا هندخل باستفادة في النسب بتاعتها فانا مش هشرحها بالتفصيل هنا ايه حقوق الملكية عشان احنا كده كده هناخدها في النسب الربحة كده احنا اخدنا نسبتين مع بعض نسب السيولة ونسب الربحية ندخل على تالت نسب اللي هي نسب النشاط طيب نسب النشاط برضو بينا من اسمها هدعنا نشوف هي معناها ايه طيب تقييس تلك النسب مدى فاعلية استخدام الموارد المالية المتاحة يبقى انا عايزة اقييس بقى هنا الشركة في مدى استغلالها للموارد المتاحة بتاعتها عشان اقدر اشوف ان السياسات هنا الشركة بتقدر تستغل كل مواردها ولا في مشكلة او في حاجة بتسبب لي ان انا ما بقدرش استغل كل الموارد بتاعتي طيب نسب النشاط بتعتبر خمس نسب معايا تعالى نشوف الخمس نسب او الاربع نسب اللي احنا هناخدهم بيقولي اول واحد معدل دوران مجموعة الاصول يعني ايه معدل دوران مجموعة الاصول النسبة دي بتقيس المدى النقص او الزيادة في استغلال مجموعة الاصول بتاعتك طيب لو انخفض ده ده دليل عنا ان الشركة ما احسنش في استغلال اصولها طيب لو ارتفع ده معناه ان الشركة بتستغل كل الاصول بتاعتها تمام كده يبقى النسبة الاولى هو معدل دوران مجموعة الاصول طيب هنا برضو هنعمل دمج عشان احسب النسبة دي انا هعمل دمج ما بين بنود قايمة الدخل وبنود قايمة المركز المالي بتاعي طيب هنعمل دمج ازاي النسبة دي بتساوي ايه صافي المبيعات على مجموعة الاصول يعني انا جبت النشاط الباقي ربطته بمجموعة الاصول هل انا استفدت وحققت استغلال لجميع الموارد المتاحة وحققت مبيعات عالية ولا في اجزاء انا ما قدرتش استغل لها فبدأنا نقشر او نقيس او ننبه الادارة العليا بتاعتي ان في هنا مشكلة فتبدأ الادارة تتخذ اجراءاتها وتشوف ايه هو السبب في عدم استغلال الاصول بتاعتي عشان احقق بيها المبيعات يبقى اول نسبة تاني معايا من نسب النشاط هو معدل دوران مجموعة الاصول ومعدل دوران مجموعة الاصول انه انه هو بيجي ازاي بيجي عن طريق ان انا بقول صافي المبيعات على مجموعة الاصول طبعا احما تفعلنا اننا كل ما اقول مجموعة الاصول يبقى انت عندك حكتين اصولك المتدولة مع اصولك السبب نيجي تاني نوع من انواع النسب هو معدل دوران المخزون معدل دوران المغزون هو بيقيس المعدل سرع دوران الاستثمار في المغزون ومدى مناسبة المغزون لحجم المبيعات يعني ايه يعني انا طبعا المغزون نفسه بيكون مشكلة لبعض الشركات وجود مغزون كتير عندي ده معناه ان حركة المبيعات بتاعتي بطيقة اكبر دليل ان المغزون كتير لأنه هو كان وانا عندي اصلا المغزون فيه مغزون تحت التشغيل ومغزون انتاج تيم طيب ومغزون الانتاج التيم مختلف عن مغزون تحت التشغيل ودي نرجع شوية بقى لمحاسبة التكاليف لو انت درست معنا في الصف الرابع وكنا قيلين ايه هو الفرق ما بين مغزون تحت التشغيل اللي هو الغير تيم ومغزونك التيم طيب مغزون تحت التشغيل ده اللي هو بستعدي بيه ان انا بنتك حجم الانتاج اللي انا عايزاه عشان قابل به المبيعات بتاعتي مغزونك التام اللي هو انت هتبدأ تبيعه طيب لازم نتوفر عندك مغزونك اللي هو تحت التشغيل عشان تقدر تطالب او توفي احتياجاتك للانتاج عشان تقابل حجم المبيعات اللي انت عايزها في نفس الوقت ان المغزون التام لو زاد ده معناه ان انت عندك مشكلة في تصريف منتجاتك فالنسبة كبير النسبة بتقيس حاجات مهمة يبقى انا بشوف مدى استثماري في المغزون وهل المغزون بتاعي سواء بالشك بتاعه كافي ان هو يواجه حجم المبيعاتي هل المغزون بتاعي اعلى من حجم المبيعات فانا عمدي هنا مشكلة استثمار يبقى بتديني مؤشر بيبدأ يأكد للمحاسب الاداري ان هو يدي رأي المحاسب الاداري اذا ما اتفقنا في بداية حلقاتنا ما بيديش قرارات هو بيدي اراء بتساعد الادارة العالية ان هي تاخد القرارات بتاعها بناء على المعلومات اللي بيقدمها لها المحاسب الاداري وده بيرجعني تاني لاهمية النسبة المالية ان انا بقيس مؤشرات المؤشرات دي مش مجرد تحليلات مش بنستخدمها لا طبعا مهمة جدا لانها بتساعد المحاسب الاداري في تكوين الرأي اللي هو بيكتبه طيب نربع تاني للنسبة بتاع معدل دوراني المغزون نسبة معدل دوراني المغزون احنا بنقدر نقسها بطريقتين تعالي نشوف الطريقتين مع بعض الطريقة الاولى ان انا اقدر هنا هي بتربط لي تكلفة البضاعة المباعة برصيد المغزون في نهاية المد يبقى انا بقدر احسبها عن تكلفة المبيعات على رصيد المغزون اخر المدة او ان انا بحسبها عن طريق تكلفة البضاعة المباعة بس هنقسي اسم هنا على مغزون اول المدة زايد مغزون نهاية المدة على اتنين وده لو انت ام تستخدم النسبة دي وامت تستخدم النسبة دي النسبة الاولى بتستخدم لو انا ما عنديش مغزون اول مدة متفضل بس مغزون اخر المدة في المخازن بتاعته وخلاص يبقى انا ساعتها بقول تكلفة البضاع المباعة على رصيد مغزون اخر المدة اللي هو بيظهر فيه قيمة المركز المالي طب لو انا لست عندي مغزون اول مدة وبدأت السنة بتاعي مغزون اول مدة بقى انا هنا استخدم مغزون اول مدة لاني برضو بتديني مؤشر اقوى اللي هي بتقولي تكلفة البضاع المباعة من اقسم على مغزون اول المدة على مغزون اخر المدة زائد مغزون اخر المدة اسفل على اتنين يبقى النسبة هنا بتتقاس بالطريقتين نيجي التالت نسبة معنا معدل دوران المدينين تاني نسترجع قبل ما نقول معدل دوران المدينين انا استأول نسبة معايا معدل دوران الاصول تاني نسبة كانت معدل دوران المغزون تالت نسبة هو معدل دوران المدينين معدل دوران المدينين تفتكب بت إيس إيه مين هما المدينين هما العملاء الزمن بتاعتي إلا أنا ليه عندهم فلوس أنا هنا في النسبة دي بقدر قائس مدى جدية الشركة في تحصيل رضا تحصيل مستحقتها لده العملاء ومن مدى إهمالها في عدم تحصيلها طبعا كل ما تزيد النسبة دي ده بدليل على جدية الشركة في متابعة الديون بتاعتها أو متابعة ديونها المستحقة لده العملاء لو قلت النسبة دي يبقى ده معناه إن الشركة هنا فيه كز مهمل في تحصيل مستحقتها لده العملاء يبقى معدل دوران المدينين تعال نشوف بيتقاس إزاي وبيحسب إيه ها بيقيس مدى قدرة المنشأة على تحصيل ديونها في المواعيد الاستحقاء هبدأ أحسبها من صاف المبيعات الأجلة على إجمال المدينين خلي بالك من حاجة بقى هنا احنا أول مرة نستخدم مصطلح صاف المبيعات الأجلة ليه ما استخدمت الصاف المبيعات أنا في كل النسبة اللي فاتت احنا استخدمنا صاف المبيعات النسبة هنا ما ينفعش استخدم فيها صاف المبيعات لسبب صاف المبيعات ممكن يكون نقدي العملاء ما تخصوهمش أو منفهوم المدينين هنا عندي ما يخصوش قصة المبيعات كلها لأن ما يتخصوش المبيعات النقدي انا بركز على جزء المبيعات الاجلة بس اللي هي ليا فلوسها عند العملاء بتاعه وتبيعت مبيعات اجلة وليا جزء عندهم طيب يبقى انا هنا النسبة دي بتبقى اكثر دقة شوية ان انا بربط مش كل صاف المبيعات انا لازم ان تكون صاف المبيعات اجلة يبقى هنجيبها عن طريق حاصل اسمت صاف المبيعات الاجلة على اجمالي المدينيين عندي طيب تعالي نشوف تاني النسبة يبقى معدل دوران المدينيين بيقيس عندك صاف المبيعات الاجلة على اجمال المدينيين ودي بتقيس مدى قدرة المنشأة على تحصيل ديونها في المواعيد الاستحقاق المعدل دوران المدينيين بيوصلني للنسبة اللي بعدين اللي هو متوسط فترة التحصيل يعني ايه متوسط فترة التحصيل متوسط فترة التحصيل بتقسلي انا الفترة الزمنية ما بين عملية البيع وعملية تحصيل القيمة طيب طبعا كل ما بتزيد الفترة دي ده معناه هو اهمال ادارة الايتمان في تحصيل مستحقات الشركة يبقى فيه انت عندك مشكلة في ادارة الايتمان بتاعتك لان كل ما بتقل هذه الفترة يبقى انا ادارة الايتمان شغالة كويس قوي بتبدأ اتحصل فلوسي بتدي اوقات سداد قليلة للعملاء على اساس ان انا ابدأ استغل هذه الاموال مرة اخرى في استغلال النشاط بتاعنا يبقى تاني ركز في النسب النسب مهمة جدا بتبدي مؤشرات قوية جدا بتقدر تاني ان انا اكون رأيه والرأي ده بيفيد فيه اتخاذ قراري للإدارة العليا حال النسبة دي متوسط فترة التحصيل يعني انا بحصل فلوسي كل قد ايه كل كام مرة تمام كده او كل كام يوم هنا بتقاس باليوم بقى يبقى متوسط فترة التحصيل متوسط فترة التحصيل بتجيبها ازاي بنجيب متوسط فترة التحصيل شافي النسبة اللي فاتت بس اعكس يعني شعل بالبسط مكان المقام ومقام مقان البسط هنقول اجمال المديني على صاف المبيعات الاجلة في 360 360 مقصود بيئة 360 يوم عشان انا هنا عايز احدد بالايام طب تعالي نشوف النسبة تاني رابع النسبة هو متوسط فترة التحصيل بتقيس عدد الايام التي تنقضي ما بين عملية البيع على الحساب وتحصيل القيمة من العملاء بتاعتك بتعكس مدى استفادة الغير من اموال المنشأة الزيادة في فترة الايتمان هنا بتعطيني الصورة لمدى اهمال ادارة الايتمان طب بنحسبها ازاي اجمال المدينين في 360 على صافي المبيعات الاجلة نبدأ ناخد اخر مجموعة نسب هنا في نسب النشاط اللي هو معدل دوران الاصول استبتة معدل دوران الاصول استبتة هو بتديني اشارة او بتقيس مدى استثمار اه المنشأة لاصولها في الاصول استبتة بتاعتها انا هنا ما استخدمتش اصول متدولة انا استخدمت اصول استبتة نرجع تاني للمحاسبة المالية بتاع الصف الاول اصولك استبتة هي عبارة عن الاراضي المباني اللي هما الاتنين مع بعض يبقى عقار يبقى عندي الالات المعدات السيارات اه الاساس كل دي اصولك استبتة طيب الناسبة دي بتعكس لي مدى اهتمام او مدى استغلال المنشأة في استثمار الاصول السبتة بتاعتي يبقى معدل الدوران بتاعها طبعا كل ما بيزيد بيديني اشارة قويسة بس لو اه انخفض ده معناه برضو مؤشر بيديني ان الشركة مش بتقدر تستثمر في او عندها اصول غير مستثمرة بشكل جيد تمام تعال نشوفي النسبة والنسبة نحسبها ازاي رقم خمسة هو معدل دوران الاصول السبتة بتقيس معدل استثمار الاموال المنشأة في الاصول السبتة زيادة المعدل ده هو بتعني انخفاض استثمارك المنشأة في اصولها السبتة طب لو انخفض المعدل ده معناه ان في زيادة غير مرغوبة في الاستثمار في اصولك الزبت فالافضل تكون المعيار عندك او النسبة هنا بشكل اه جيد طب هل في مؤشر يعني مثلا يقول لي 20% 30% ده مؤشر جيد او وحش لا ما نقدرش نحكم فيه يعني دي بتغضع لكل صناعة بتغضع لكل مؤشرات سوء بتغضع لمؤشرات الفترة فما منقدرش نقيس بشكل عام اه بس احنا بنقول ماذا الارتفاع او ماذا الانخفاض بتاعه طيب معدل دوران الاصول السبتة بتساوي ايه هتساوي عندك صافي المبيعات على صافي الاصول السبتة بتاعتك يبقى معدل دوران الاصول السبتة بيحسب صافي المبيعات على صافي الاصول السبتة دي كانت اخر نسب من ضمن نسب النشاط نسترجع تاني نسب النشاط قبل من ندخل على اخر نوع اللي هو حقوق الملكية نسب النشاط احنا اتفقنا ان هي خمس نسب النسبالي النسبة الاولى كانت معدل دوران المجموع الاصول ربطنا صافي المبيعات على مجموع الاصول جينا بعد كده قلنا معدل دوران الاصول السبتة مش كل الاصول بقى يبقى صافي المبيعات على الاصول السبتة انا هنا عايز احلل الاصول السبتة بس طيب تالت نسب معايا اللي هو كانت معدل دوران المغزون ومعدل دوران المغزون قلنا ان فيه طريقتين للقياس بتاعته هي تكلفة البضاعة المبيعة على رصيد المغزون اخر المدة او تكلفة البضاعة المباعة على رصيد اول مدة زائد مغزون اخر المدة على اتنين نيجي بعد كده خدنا رابع نسب معدل دوران المدينين اللي كانت بتقسلي الديون بتاعتي وماذا تحصلها معدل دوران المدينين كنا بنقيس صاف المباعات الاجلة على اجمال المدينين اخر نسبة كانت معانا اللي هي متوسط فترة التحصيل متوسط فترة التحصيل بتاعتي اللي هي اجمال المدينين على صاف المباعات الاجلة في 360 يوم انا كده خدنا مع بعض نسب السيولة وقلنا بتقيس سيولة الاموال لدى المنشأة درجة السيولة تاني حاجة قلنا نسب الربحية وديب تقيس مدى ربحية الشركة وديب بتقدر تديني انطباع عن السياسات المالية والايتمانية والبايعية ونشوف انهي تقصير من اي سياسات او اي ادارات بتخفض معايا ربحية الشركة ثالث حاجة قلنا نسب النشاط وديب تقيس مدى استغلال الموارد المتاحة للمنشأة ناخد اخر مجموعة نسب معايا نسب حقوق الملكية نسب حقوق الملكية بتقيس ايه؟ بتمينى من اسمها جدا ودعنا نشوف يا بتقيس ايه معايا بتقيس تلك النسب مدى مساهمة كل من اصحاب رأس المال والدائنين في تمويل الشركة احنا اتفعنا ان حقوق الملكية حقوق ودي هنعرفها في شكل تفصيلي طيب هي هتقيس مدى مساهمة رأس اصحاب رأس المال نفسهم او مدى مساهمة الدائنين في تمويل الشركة تشوف مين فيهم اللي بيمول الشركة اكتر لان لو كان تمويل اصحاب المنشأة متواضع ده بمعناه ان انا بحمل الدائنين بمعظم مخاطر الاستصمار ده معناه ايه؟ حقوق الملكية المقصود بيها حقوق الملكية المقصود بيها اللي هي عبارة عن رأس المال الاربع الاحتياطيات اللي هي تخص صاحب الشركة الدائنين اللي هي عبارة عن خصومك اللي انت استلفت منهم سواء كانت بشكل خصوم سبتة او خصوم متدولة طبعا كل ما بتزيد النسب دي ده معناه او حقوق الملكية كانت بتقدم بتستثمر بشكل متواضع يبقى ده معناه ان انا بحمل المخاطر كلها على الدائنين لان انا ساعتها بشتغل باموال دائنين بشكل اكبر من اصحاب رأس المال نفسهم طب النسبة هنا عندي انا عندي اربع نسب تقريبا بنقيس بيها نسب حقوق الملكية تعال نشوف نسب حقوق الملكية ايه وايه هي النسب متعرفة على بنوض حقوق الملكية بشكل اكتر تفصيل اول نسبة عندك هي نسبة الاموال المقترضة الى حقوق الملكية الهدف منها ان انا بظهر قدرة المنشأة تجاه كل من الغير واصحاب حقوق الملكية من حيث التزامتها يعني انا بنقيس النسب دي بالاهمية كده ان انا بقيس انا شغالة بفلوسي اكتر ولا شغالة باموال مقترضة اكتر فالنسبة دي بتبقى عبارة عن ايه اموال مقترضة على حقوق الملكية كل ما تزيد هنا النسبة احنا بنقول الى واحد فكل ما تزيد النسبة ده معناه ان انت هنا شغال بالاموال المقترضة اكتر يبقى الارتفاع هنا ده معناه اننا الدائنين بحملهم بمخاطر استثمار اكتر من اصحاب حقوق الشركة طيب تعالي نتعرف على كلمة اموال مقترضة وحقوق الملكية اموالك المقترضة عبارة عن ايه اموال المقترضة زي ما خدنا من بداية الصف الاول ان انا بقترض بشكلين لا اما خصوم متدولة لا اما خصوم سابتة خصومك المتدولة عبارة عن ايه خصوم متدولة عبارة عن دائنون اوراق دفع والقروض قصيرة الاجل ومتوسطة الاجل طب خصومك المتدولة السابتة اللي هي بتاخد عندي قروض طويلة الاجل اللي هي زي قروض السندات يبقى قروض السندات او قروض طويلة الاجل تمام دي يبقى انا عندي الاموال المقترضة بتضم حاجتي ما بتضمش حاجة واحدة فرق ان الاموال المقترضة المقصود بيها خصومك المتدولة وخصومك السابتة الاتنين مع بعض نيجي بعد كده نركز ايه هي حقوق الملكية حقوق الملكية عبارة عن اسهم اللي هي اسهم راس المال سواء كانت اسهم ممتازة او اسهم عادية الارباح غير الموزعة اللي هي المقصود بها الارباح المحتجزة اللي هي في بعض الشركات بتحتجز ارباح ما بسفرقش كل الربح بتاعها في جزء الاحتاطيات اللي هو برضو بيتكون نتيجة ان انا احتياطي للظروف يبقى ان انا تعالى نشوف تاني امالك المقتلد مع حقوق الملكية يبقى الاموال المقتلدة هي الخصوم المتدولة زي الدائنون اوراق الدفع وقروض متوسطة الاجر الخصوم السابتة زي السندات وقروض الطويلة الاجر حقوق الملكية بالنسبالي اللي هي اسهم ممتازة عادية ارباح غير موزعة احتاطيات نيجي بعد كده يبقى النسبة الاولى كانت بتقيس تاني قبل مناخض النسبة التانية نسبتك الاولى هي نسبة الاموال المقتلدة الى حقوق الملكية وقلنا كل ما تزيد النسبة دي ده معناها اننا بحمل الدائنين بمخاطر استثمار اعلى طب النسبة التانية هكون اكتر دقة واكتر تحديدا شوية اننا هقيس الخصوم المتدولة الى حقوق الملكية يبقى الاقتراق قصير للاجر اللي هي الاقتراض السريع المتداول الى حقوق الملكية عشان كده بقولك فرق ما بين كلمة الاموال المقتلدة وما بين كلمة الخصوم المتدولة الاموال المقتلدة بتضم حاكتين بتضم خصوم متدولة زائد خصوم سبتة طب الخصوم المتدولة بتضم ايه؟ بتضم معايا اللي هي خصومك المتدولة بس طب نيجي رقم اتنين هنا نسبة الخصوم المتدولة الى حقوق الملكية الهدف منها ان انا بظهر مساهمة الالتزامات قصيرة الاجر الى حقوق الملكية بنحسبها ازاي؟ هاحسبها عن طريق اسمة الخصوم المتدولة على حقوق الملكية ناخد تالت نسبة هي نسبة الاصول السابطة الى حقوق الملكية نسبة الاصول السابطة لحقوق الملكية عندك بتبين النسبة دي مدى استغلال حقوق الملكية في الاصول ذاتها معدل الدوران المنخفط ليه؟ لان انا الاصولي السابطة يعني ما بيجيبش عوائد فمعدل الدوران بتاعها كمان بيكون منخفط طب ارتفاع هذه النسبة ده مؤشر لزيادة رأس المال في مطالبة الاستثمرات الرأس المالية يبقى انا هنا لو النسبة دي ارتفعت يبقى انا بقيس الاستثمراء الأصول السابتة او بستثمن في أصول السابتة بشكل اكبر طب بتحسب ايه بقى بتحسب كالقادي بحسب الأصول السابتة على حقوق الملكية يبقى انا هنا بقيس النسبة دي ازاي أصول السابتة على حقوق الملكية نيجي رابع نسبة اللي هي نسبة الأصول المتدولة إلى الأموال المقترد هنا هربط العلاقة ما بين أصول متدولة وبين ما اقتربته طيب هنا بتبين إيه مدى قدرة الشركة أو المنشاقة على سداد ديونها وبحسبها بالأصول المتدولة على الأموال المقترد طيب تاني هنسترجع بشكل أسرع مع نسب الحقوق الملكية نسب حقوق الملكية احنا أخذنا فيها أربع نسب وقالنا دي بتقيس مدى الاستثمار هل بفلوس حقوق أصحاب الشركة أكتر ولا برجع باستخدم الأموال المقتردة أكتر فعندي النسبة الأولى كانت بتقيسلي نسبة الأموال المقتردة إلى حقوق الملكية النسبة التانية كانت بتقيس عندي نسب الخصوم المتدولة إلى حقوق الملكية النسبة التالتة كانت بتقيس عندي الأصول السبتة إلى حقوق الملكية آخر نسبة هي كانت بتقيس الأصول المتدولة إلى الأموال المقتربة الحلقة بتاعتنا النهاردة احنا استعرضنا فيها النسب المالية والنسب المالية احنا اتفعنا ان هي مجموعة نسب ومؤشرات النسب والمؤشرات دي بتوصلني إلى رأي بياخده المحاسب الإداري ويبدأ بناءا عليه يبدأ ياخد الرأي ويبدأ يقدمه للإدارة عشان تبدأ تعيد سياسات المتبعة في الإدارة عشان اتخاذ القرار واتفعنا ان هي بتصنف لأربع نسب طيب في نهاية الحلقة بتاعتي احنا كده استعرضنا الجزء النظري في النسب ان شاء الله في الحلقة القادمة هنبدأ ناخد أمثلة عملية على حل هذه النسب ان شاء الله لو فيه اي تعليقات على النسب النهاردة او فيه اي مشكلة معاك في حفظ النسب ابدأ ابعتلينا على الرابط بتاع قنوات الشرعية بتاعنا عزيز الطالب ساعدت بلقائك وإلى اللقاء في الحلقة القادمة بمشيئة اللي اشتركوا في القناة